موسيقى هي ناشطة سياسية رشحتها القوات اللبنانية عن المقعد الماروني في كسروان جبايل في انتخابات ايار الفين واثمين عشرين هي اعلامية بدأت مسيرتها عام الفين وتسعة في برنامج كتاب الذي حابرت فيه اكثر من الف وثمينمائة شخصية تلاه عام الفين واثمين عشر البرنامج الحواري الثاني اكرير الاستوار ثم برنامج اسماء من التاريخ في عام الفين واربطعش هي كاتبة جمعت في رصيدها كتابين والاف المقالات الاجتماعية والثقافية في الصحف والمجلات اللبنانية والعالمية هي ايضا سيدة اعمال انشأت شركتي i-Strategy Business Communication وإنك اضافة الى كونها الرئيسة التنفيذية لشركة The Luxury Network Libanon سألوني الناس عنك الاعلامية والكاتبة والناشطة السياسية كارين بستاني اهلا وسهلا فيك كارين بستاني بيسألوني الناس اهلا فيك رولا وبشكريك لاستضافتك اليه اهلا من عين الريحانة الى العالمية بدي بلش شوي من الطفولة يعني اول شي بدي احكي عن الاسم كارين بياتريس صحيح ريمون البستاني صحيح اه اعمر السبع سنية بلاشت اتكت ببوام مزبوط يعني مين انتبه اول شي لكتاباتك بالبيت ولا بالمدرسة بسان جوزيف لا بالبيت بالبيت وتحيي لاروح الوالدة الله يرحمها امي اللي اكتشفتني لانه انا كنت اكتب بحب كتير اكتب وارسم من انا وصغيرة كنت كنت ما لقى اشي ورقة بيضة او حتى كارتونة بيضة او شي اكتب بوام واعمل حده ديسة طلعت هي لاحظت وتلمون وتضب الليون يعني هي استقراص عقال من وراها قدرت جمع كل شي واعمل الاول كتاب اللي اللي هو اودولادو العفوت اللي جمعت فيه كل شي كتبته من عمر 12 سنة هل بلشت انا بسبع سنين بس اللي جمعناه من عمر 12 سنة لوقتها عمر 30 سنة بعمر 19 سنة اتخرجتي من السوربون مجازة بالاداب الفرنسي وب23 حصلت اع ماجستير بفان التواصل والعلوم السياسية من الايوب صحيح عمري صغير صحيح انا خلصت مدرسة بعمر 16 سنة كنت شطورة الاف سردويل وقتها كنت شاطرة الاف سردويل مش سردويل يعني فوتتني ماما كان عمر 33 سنة ونص على البتي جاردان رفضت رفضت فوت قللهم لا هوتطير صغار وما بيفهموا ومش هيك بيصير وهايك وجنت وقتها كنت في راح بمسؤولة بمدرسة عينتورة قلت لا مهما عقول ما رح تطلع على الجران جاردان يعني تتأملي من اي عمر لأ أخي شي قلت للماما عملي لفحص وشوفي يا عمي عملي لفحص لازم فوت دوزيام شي بقى من الوقتها شطورة وصان غران تفاخ يعني أنه بعتبر أنا أنه اللي عنده كيريوزيته يعني اللي عنده حس العلم وبده يتعلم كيريوزيته سيانتيفية ايه اكزاكتما أنا كتحب أعرف كل شي وكيف بلش وليش صار هيك اسأل وبحب طالع كتير من أنا وصغيري سو المطالع والاستفهام وتركز بالمدرسة والحشرية والحشرية الحشرية دون البون سانس يعني عم نحكي الحشرية بالمحل الصح أنا غير هيك ما بهمني شو بشي عند غيري بهمني اشتفهام اكزاكتما بهمني اشتغل على حالي وكل عمري حس انه لازم اعمل شي تغير هالعالم تيصير شي يصير هالعالم محل أفضل نعيش فيه كم ولد كنتو بالبيت خمسة خمسة نعم أدي لي هون أكيد في خي الكبير والوحيد فينسان وفي أخت الكبيرة برندا أخت اللي وراها تانية أنا وعدها في أخت الصغيرة صاندرا صحيح كتبت كتبين نعم عندي كأدولاد لفوت مو بار لروا دي مونج آح اللي كان ملقب ببروم لباغو صحيح الله يرحم هو مخترم نعم كان بأفريقيا بالتوغو صحيح واجه على لبنان وبتقولي انت عطول بتقولي اجه بالوقت كان غيره عن بغاجر بثمانة وسبعين بثمانة وسبعين قرر انه يترك أفريقيا ويجي يعيش مزبوط بلبنان هو هو قصة بي قصة شغف من إنسان لوطن وهي القصة اللي اليوم تجري بدمي انا اسماء من التاريخ بلشته لما البابا توفى وكان قماج لقلو لانه ست بده واكتشف هالمغترب اللي بره اللي بيحب لبنان متل ما الوالد حب لبنان وعطل لبنان ووقتها بلشته اسماء من التاريخ كتبت تاريخ من وراء 2012 صحيح بـ 2012 بدأتو ووقتها توفى أنا قلت ساروا يقولولي يا كارن شو عمتو شو أخدتك مدري لوين لوين عمشا أخدك هالبرزيل ساروا إنه ليش المغترب قلتلوا لأنه المغترب من وراء بعد في لبنان وليوم من بعد 11 سنة كلمة شوفي قدي صح ووراء آخر انتخابات شوفي قدي كلمة صح لأنه اللي بعد ترك لبنان اليوم مع كل الصعوبات اللي عم نقطع فيها لإنهيارات التامة بالمؤسسات بالدولة بالقطاع الاستشفائي التربا كل شيء كل شيء تعتبرون هلأ مغتربين مؤقتين ولا خلاص ديفينيتيف هيدولي خلاص لا لا ما في شك إنه في منهم 90% منهم هاودي لهم زمان وحي يضلهم مختبين لأخر موجة من الهجرة لا أخر موجة من الهجرة أنا بعتبر إنه إذا رجع ونتأمل لبنان مشي بحلته جديدة لأنه ما بقى فيه شيء مثل قبل يرجع بس بحل جديدة يرجع فيه مقومات اقتصادية مقبولة كتير بيرجعوا وكل اللي غاحوا آخر 3-4 سنين بيرجعوا مبسوطين بأكد لك ما حدا ما فيه مخترب مبسوط ما حدا بعيش ملك إلا ببلده نظر أنا عم بقلك ما فيه شيء بخلي لبنان اليوم عايش ما فيه شيء خلي عايش إلا الإختراف والعين شو بيميز لبنان غير العين العين شو بيميز لبنان كتير إشياء مثل شو كتير أنا مغرومة ببلدي ومغرومة بعقلة مش بقلبي بس لبنان بلد صغير بس فيه كل شيء أول شيء عنديك يعني إذا بديك السروة البشرية نحنا 90% من الشعب اللبناني متعلق صحيح وفيه 20-30% مثقف صحيح نحكي ثلاث لغات من نحنا وصغار من يخدين من الغرب الإشياء الحلوة ويخدين من الشرق الأصل نعترف بعروبتنا وبزاقة الوقت نحنا فنقيين عنا هالتنوع الثقافي وأيضا عايشين فيه تعايش كان قبل يمكن أفضل من اليوم هي دائما نعيدة غنى غنى أنك تعيش مع ناس يمكن ما بتشبه كتير بأفكارها أو بستقفتها أو بدينها بس قعدة تعيش معها لأنه يوم صارنا بشي اسمه جلوباليزاسيون اليوم ما بقى في بلدين صار فيه عالم واحد وعم نتوحد أكتر صار فيه جلوباليزاسيون بلبنان مع العالم الخارجي لكن داخل الوطن الواحد منحس بعد العيش المشترك بس تقلك لأنه التعيش صار بيرير محل ومن ورا فريق واحد معروف منه عم بيجرب يغير هوية لبنان صحيح وبلش وعم بينجح عم بينجح وأنا بيزعل من الشعب اللبناني وأنا منه نوفيون أنه نحنا بإيدنا كانت لانتخابات تايما بس لسوء الحظ بأخير انتخابات رجعوا إني ذاتهم مقدرنا غيرنا مع الأسفر لأنه جوعوا العالم بطريقة أنه صارت المئة دولار ايه بتخليوني غيروا ما عند عندها مبادئ العالم صار عندها أنه ايها بتعيشني شهر بس وبعدين بالعودة كرم بدي أرجع بس بدي فوت هيدا لبرون ايه بابا ريمون البوستاني كتبت عنه قلت علمني والدي ألا أساوم على مبادئي وقيمي صحيح وأن الإنسان لا يأخذ معه بعدما ماته إلا صيته الجميل وأعماله صحيح علمني أبي الشغف للوطن صحيح دون أي مقابل وعلمني النضال من أجله كان أبي وما زال بطلي الأول والأخير بعده بطلك بعدك عبت نبشي على هيدا البطل طيب بدي روح كمان على عين الريحانة في شارع باسمه بعين الريحانة صحيح سري ما توخزيني بس أسرت فيه وقت قريتي هالكلمات الوالد والوالدة أنا مبحب لأنه اتنانتهم رائعين الوالد الست التحفي قيمته أكتر على الوقت إيه بعده بطلة لأنه لسوق الحظ هيدا الوطن بيفتقد رجال مش رجال من الخارج بالعكس يمكن صاروا أحلى مع البوتوكس طبعا بس الرجال اللي من جوة اللي عندن عنفوين المستقيمين اللي ما بيخافوا اللي بينادلوا أصحاب المواقف أصحاب المواقف اللي شرفن أهم شيء اللي كلمتن ما بتصير اتنين اللي عم نفتقدهم اللي عم نفتقدهم لأنه خلص ما بقى في قيام بهد الدنيا لكن مع الوقت أنا بحط حق كمان شوية على التربية صاروا النساء راسهم غير محل ليش أنا بسم لأنه الأم اللي بتربي صحيح مش البي أكيد وين صار راسهم النساء مش كلهم ما بدي يلا عم نحكي بشور عامي أقلبي في نساء بينغرصها للقبعة بس في موجة أجت من كم من يمكن خمسة عشر سنة لليوم موجة إنه المرأة صار لازم يكون شكلها هو كأنها بني سليبان صحيح مش فهمين المرأة إنه مش مجبورة تكون خمسين كيلو ومتر وثمينين وبرفات صح كاملة من بره ولا غلطة صح مش مظبوط المرأة إذا عندها ريد هاي لأنه عم تكبر لأنه ربت لأنه تعذبت لأنه فتحت بيت وإيمنت بي وصلت لوليدها الناس بعدت نساء ورجال بس شوتوا أنا بقول المرأة اللي بتربي الأجيال بعدت عن الله بعدت عن الصلاة بعدت بعد عندها بريوريتة إنه هي دور الأم اللي بيربي بيلاقي واللي بتربي الأجيال هاي دي أهم شي بالحياة لو وصلت صارت رئيسة جمهورية ومنها مربية عينة مظبوطة أولاد هني بتشوف حالها فيهم والوطن بيشوف حاله فيهم ما أمنت شيء تؤذي إنه خوضة غمار العمل وحست حاله إنه هي صار عندها هاي دي الكينوني هذا صارت كائن له حقوق الواجبات وتأثرت كتير بالإعلام لأن الإعلام صارت كتير أثر عليها أنا بقليك بدي أقسم هاي دي الشغلة المرأة أنا مع أنا مع تمكين المرأة وأنا مع كل مرأة بتشتغل بس مش معناتها إذا اشتغلت تحمل الولاد نحن بنعرف طاقاتنا كأمرأة فينا نعمل خمس ست إشياء وننجح فيهم مع بعض رائل طاقة الرجال هاي دي معروفة بيولوجيك ما مع كل احترام إلى الرجال وأنا حدا كثير صديقة للرجل بالعكس عندي يمكن أصدقاء الرجال أكثر ما عندي أصدقاء نساء بس أصدي أنا مع تمكين المرأة ومع كل مرأة بتشتغل وبتحقق حالها بكل الميادين وخاصة بالميادين الإعلام والسياسة وإلاخي بس كمان أنا ضد المرأة اللي ما بتشتغل ما عندها شي تعمله على زهقة يمكن والسوشال ميديا لعب دورك كثير مهم صحيح السوشال ميديا هو سيف ذو حدين كثير مهم بس بذلك الوقت بتكتع في كيف تستعملي وتحطي له تحطي له حدود تما يفوت عليك ويخربك ويخرب لك حياتك ويخرب لك عقلاتك هيدا اللي أنا نقول هوني زكاء المرأة اللي بالعكس أنا مع تشتغل وتربي العائلة وتلتهي عن الأمور السطحية أنا مع المرأة اللي منقنيكة اللي بتصبت حالها اللي بتهذت بحالها أنا مني ضد بس مش على الإكسترام لكنها بتقولي لكن الرجل تنحى قليلا عن دورك يا رجل بالبيت في تراجع شوية لدور الرجل بقلب المنزل أكيد مش متل قبل عايام بشدودنا أو عايام بياتنا بيات أكيد شغل حيله أكتر برا تربى بطريقة ما يحمل بقى مسئولية قد قبل من هون أنا بقول دور الأم صارت الأم إذا شايفت ابنة شو ما عمل لو عمل غلطة حبيبة والضو طالع من تبحيله أخطاءه من وجه وشو ما عمل هو بيجنن وبيضل ابنة لو غلط هاو غلط لأنه لقلي أنا تربيت الابن مثل تربيت البنت هي زيت عم نرب ناس روح أو منعلمهم على الصح ما في فرق بين الجيل والمرأة أنتوا تربيتوا هيك هيك تربينا خاصة أنه مع أنه خيك وحيد وإيه وإذا ماما والبابا ربوا بمسئولية بالعكس نحن نحس حالنا مغناجين أكتر منه مع أنه بها يباك الوقت كان فيه كتير يعني حلق ما في شك أنه البابا ميول لك اعتبر أنه إيه هيدا ابن الوحيد وما في شك أنه إنه حامل اسمه ما في شك هيدا حقيقة بس ما أبدا بالتربية كان عنده شي نحنا معنا يتربينا بيزيت المدرسة بيزيت الجامعات سفرته وما سافر بالعكس 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 السقة اللي بتحطيها بولادك والقيمة اللي بتعطيها لولادك تهني حسوا فيها هي اللي بتعمل منهم ناس نجحين بالمستمع متصلحين مع نفسهم أهم شي متصلحين مع نفسهم ابنك رفايال اسم الله صار شاب ربيتيه متل ما ربيتيك أميك أبدا متل ما تربيت ربيت حلو حلو كتير والغلط بقله غلط وبحسبه مع إنه ابن الوحيد وأنا يعني ضحيت لربي يعني ربيته لوحدة لوحدة الله يخلي لي الله يلحم أهلك إنه حدي طبعا بس لوحدة بس أكيد أنا كأم يعني لوحدة يوم ابني رفايال اللي بحبه فيه إنه عنده القيم والمبادئ القديمة حلو كتير حلو اللي ما بيعرف يكذب ما بيعرف يفلوفك عنده عنده طيبة هات طيبة اللي عندي أنا كيمين ياهو وعنده يون قال هات طيبة نعمة مش طيبة تبهن إحنا شرسين ومحقين بس عنا طيبة ما بنعرف نقذي واللي بيقذينا من سامحه هيك تربينا هذا الأصل هذا الأصل وهيد التربية اللي بتكون على خوف الله صحيح أنا البابا والماما الله يرحمهم بي معمر كنيسة مظبوط اللي بيعمر بيت الله الله ما بيتركه صحيح وقت رحلت سيدة تراز بتموز 2017 كتبت أمي أناديكي لكنكي لا تجيبين ملكتي سيدتي الكبيرة روحكي وقلبكي هما أكبر من هذا العالم المجنون حتى في آلامكي كنت تفكرين بالآخرين حتى في آلامكي كنت تضمدين جروحي لطالما كنتي وستبقين مثالي الأعلى حبر أشعاري وأجنحتي من الكريستال لطالما كنتي سندي في أوقاتي محنتي يعني كيف حلو كنت نقوا أهلكم من جديد ما بنقى وما بشكر ربي رهير عأهلي ما في يقلك قديها الأهل كانوا رائعين حلو مش إنه ويش بيت كان عندهم أيادي بيضاء كتير ما في شك ومعرفين جمعيات كتير ماما تبقى معروفين أنا ما بحب إحكي بس أهلي وعينا عم بيساعدوا الآخرين وكنا نحنا في مسحة من أولى بالبيت كنا نجي عند أهل نقول اعتبرونا نحنا بسي سوبال يساعدونا كنا هلقدي يقولونا مش نقسكن شي شوفي لوان عرفتي بقى أنا اليوم الماما اللي يرحمها كانت بالمستشفى قبل ما تتوفى بي كم يوم كان همه إذا الطباخة طبخت لأنه كانت كل نهار خميس تيخد أكل للختيارية اللي بالضايعة تيكلوا وتجمعهم كانت عم تشوف إذا طبخوا وانا أخذهم هايدي الماما الله يرحم اللي عيشوا للآخرين مش لقلهم من هيك توفوا بكير أصلا لأنه تعبوا للآخرين ما فكروا بحالهم ما في ما في شي ما كان في أي أنانية بالعطاء اللي عندهم يا وأكبر دليل إنه هيدا اللي بدون نحنا عم نحكي عنهم هلأ صحيح ما بيموتوا صحيح طالما عطول نسكرهم بالخير تزبوط والبابا كان يقول ما حدا ما ياخد معه إلا سيتو إلا سيتو وأعماله وهن هيدا الأحلى شي وأنا بفتخر حتى بوقت وقت الانتخابات تعفى أنا عملت كتير زيارات وحضيها إنقص بس أكيد وإبكي من الفرح يقولولي أبك وبيك أمك وبيك أنا لهيدا مجد هيدا مجد الرب عن جد اللي أنت بتحمل تخرجيون وهني كمانا فخورين فيك بدأ انتقل لفقرة جديدة فقريت سألنا الناس سألنا الناس عنك كرن البستاني نشوف شو قاله نشوف أول شخص كرن أنا مبسوط أني كنا عم بتوجه لك وأنت الصحفية النشيطة والشاطرة ويلي حققتي النجاحات كتير ببرامجك المختلفة وعلى قنوات مختلفة قررت السنة الماضية أنك تخوضي الانتخابات النيابية وهيدا الشي ما بعرف قديش كان سهل خبرينا برأيك أنت شو هي التجاربية اللي تعلمتيا من الانتخابات النيابية شو هو الشي المنيح وشو هو الشي العاطل وشو بتنصحي كل ست أوصبية حابة تغوض الانتخابات النيابية بلبنان الناشط سياسي لأستاذ سامير سكاف أكيد تحية إلو باختصار كيف أنا تجاوبه لأستاذ سامير سكاف سامير كنا من الصورة نحنا أنا خلقت يعني شغفة للسياسة موجود ولكن اتجسد بالصورة أنا من أول الناس اللي نزلت وضل طالع صوت أخواتي وين نزل وإنسا العبيروت تعيشة مضبوط لأني منطفطة أنا خلقت منطفطة على هالحياة كلها حس إنه ما في عدل كأنه أنا بقدر أجيب اللي يعني أعمل هالعدل إن الناس أكتر شي بيتعبوه الناس اللي بفكروا أنا عطول عندي فكرة أنا ما بحياتي قعدت وفكات كارين أنا شو بدي أعمل أنا عطول شو بدي أعمل للبنان شو بدي أعمل له هيدا كيف بدي أساعد هيدا كيف بدي أوصل كيف هيك عيش للآخرين وتعرفت على أستي سامير سكا فتحت بالصحات بالصحات وعدنا قربع سنين نحنا بالصحات بالاجتماعات بالندويت بيعرف أستي سامير قدي أنا ناشطة بالأفكار يعني ما بقيت على يعني على الطريق أكيد بالصحات وأكيد بالاجتماعات نعنو الفكر الفكر هو بيخافه مش من الناس اللي بتنزل بيخافه من الفكر الصور حيح حيح هو وقت عرف سامير إن أنا يمكن أنزل ما نصحنا آه ما كان معا ما كان معا بس أنا معا وأنا خطت الانتخابات من كل قلبي وملت معركة متعبة كتير وشرسة معنو متأخرة شوية عملتيها شهرين ماشي يعني قبل قبل أنا قرد نزلت على الانتخابات أواخر شباط تأملي يعني عندي شهرين بس وما عندي قبل أوكي أكيد عندي اسمي طبعا بس ما عندي إيه بعد مني إنه ما كنت وزيرة ما كنت بس أكيد ناشطة سياسية إلي زمان وعم بساعد لبنان إلي زمان أنا عندي جمعيتي لينك لبنيس انتونيش الجمعية اللبنانية الدولية اللي أسستها 2019 ومن وقتها حركة دايمة مع المختربين للبنان نزلت لأنه فكرت إنه إلنا ثلاثة أربع سنين عالطريق وعملنا ناضل لازم هيدا الصوت يترجم لأنه ضل ضل كصر خير لبكرة أو بعد اكتبت ويتات لبعد لبكرة إنه بيرتاحوا بالصريف ما عم بتعملي شي بدك توصل على مجلس النواب بتعملي التغيير نزلت وقويت قلبي وأتعرفه الأقطاب السياسية بيكسر وين لأنه أنا نازل كلهم طلبوا إن يكون معهم عدا الطيار الوطني الحر لأنه أنا أكيد مني بهذا الخط قالتك شو كان موقفة؟ كان أخوات البنات مع خي أول شي دوت أول شي بس بعدين دعم دعم طبيعي طبيعي لأنه ليك شو قال لي؟ خف عليك إيه؟ قال لي كارن أنت كتير مستقيمة كتير نزيهة نحنا كتير نضاف نحنا كتير قوادم السياسة مش إلنا قلت له بعرف البابا الله يرحمه يجو يقولوله يقل له لما نصير حب حالي أكتر من وطن رفوت بالسياسة قلت له بس حلق وصلنا على وضع إذا بحب الوطن أكتر من حالي لازم أنزل لأنه لازم ضحي وقلت له طب إذا أنا بيض بالبيت مين بده ينزل بيشبهنا وقت تقل لي أوكي طب بعد الانتخابات شو كانت شو استنتج دي؟ لا بالعكس مين كان معه حق؟ لا أنت ولا ساسا ميرسكا؟ أنا معي حق أنت المعي حق تقل لي كلا عنده كان وجهة نظر لأنه نحنا لكن هلأ في خيبة أمل كمان من التغييريين اللي وصلوا أنه ما عم بيجتمعوا كتير بس أنه ما عم بيكونوا متوحدين بس أنا بقلك هاي دي كتير حلوة كانت وأنا تحلفت مع القوات اللبنانية وكانت كتير إذا بدي تجربة حلوة بشعة أنه بتشوفي بشعة السياسة والناس اللي بتكذب عليك وتخونك بس بتشوفي أنه عم بتعملي شي من قلبك للبطن وعم بتكوني بطلة طبعا قدام الحيطين اللي كانوا ضدك طبعا طبعا خلينا انتقل للمدخل التاني الشخصية التاني موجود سترولا موجود لمشاهدينك بجرام على التليفزيون موجود لضايشتك كران سؤالي هو التالي الله يرحم أهله لكلان ولدها ولدتها مع مين كانت كلان أعرب من مين كانت أعرب وبمين تأثرت أكتر لمسيرتها وشكرا رئيس بلدية عين الريحانة اللي هو خيري كمانا المهندس بن سانبستاني نعم شو بتجاوبي حلق بعرف أنه باطنيا يمكن بيعرف الجواب بس معه حق أنا بيّ وإمّي تويزنوا بحياتي بس رحقلك الفرق أنا آختي من بيّ هالكتة اللي بيجيزف اللي عنده الشغف الجريء الشجاع المناضر المناضر ولبنين اللي إلو فوقها كل شيء من الماما إختي الحنان العطاء أمي حدا معطى بشكل الاستقامة والعقيم كامرأة الاحترام للنفس كامرأة تحترمي حالك تعفى هادي شو مهمة أخدت منها كمان حب المطالعة الماما ماتت لكتاب بيّدة كانت تقرأ كتاب بنهار أختي من اتنين يعني ما فيّة تجزّق حلّا بحياتي المهنية بشبه البابا كتير كتير بحياتي الشخصية العائلية كأم بشبه أم كتير وكامرأة بحياتي بحياتي إذا بديك العاطفية التخصونال جامعة اتنين ويختم من اتنين أحلى شيء وصل لك الجواب المدخلة التالتة أول شيء من حي الصديقة والزميلة والمناضلة أستاذي كارين بستاني التي أثبتت بخوضة الانتخابات الميادية عن جرأة استثنائية في مقاربة للأمور الوطنية هذه جرأة بالذات لازم كل من يريد أن يتعاطى الشأن العام أن يتحلى فيها لجهة تشخيص الأزمة هي شخصة صح ولجهة مقاربة كيفية الخروج منها وهي قاربة بالشكل الصحيح المطلوب السؤال للأستاذي كارين هو مزدوج الأمر الأول ما الذي يجعلها تنتقل من دور إعلامي رائد لخوض غمار العمل السياسي الأمر الثاني كيف يمكن مصالحة المرأة والسياسي لأن المرأة التي تطلعها بكل الشؤون والمجالات في المجال السياسي في بعض الشوائب وفي بعض القصور من المرأة وبالتالي كيف يمكن تجاوز هذا الجانب وإلى أي حد هي مكافية بهذا الاتجاه وبهذه المسيرة السياسية المضلية رأي جهاز الألام والتواصل بالقوات اللبنانية الاستاذ جابور تحية كبيرة له لأنه الاستاذ جابور بس سريعا حدا تعرفت عليه من وراء الانتخابات بس أصبح صديق وبنتعلم منه كتير واللي ما بيعرفه بيجهله صحيح صحيح السؤال الأول سؤال الأول أنه الشغف أنا شغفة للوطن والثورة اللي وصلتني وبدي بحس أنه لازم أعمل شي هلأ المرأة والسياسية المرأة اللبنانية مش ناقصة شي بالعكس امرأة قوية شاطرة قلبة قوية فهمانة عاطفية ودقوبة بشغلة ودقوبة شغيلة بتجنن من كل النواحي ما ناقصة شي نحط وكنا من زمان رائدين يعني أول ما كان فيه نساء بالبرلمان اللي أول مرة هي 600 البستان من وقت أنه توفق أمي الباية الله يرحمه سو منعرف أنه كان لبنان المرأة موجودة يعني هلأ كيف نظرة الذكر للمرأة بالسياسة؟ هلأ لك لبنان فيه مجتمع ذكوري محط كم ما أنه مجتمع أنا أكتر شي يعني حسيتها عنايت منها بالانتخابات بس ما أنا بدي أليك شي أنا كتير شرصة أنا حدا ما بيندعسلي بعدما ما بحث حالي يعني ما بلاقي في فرق بين مرة والرجال الفكر هو فكر صحيح السياسة هي فكر صحيح هي كمان هي فكر وفن وفن وبذات الوقت فعل على الأرض طبعا يعني حسب ممارس تكقله طبعا فيك تكون رجال فاشل فيك تكون امرأة ناش والعكس وما أكثرهم لأنه شباه بيشبهوا الرجال طبعا أشباه الرجال والمرأة عشر الرجال فيه بروبلام بين المرأة والسياسة كتير أمور خلقتها من المجتمع الزكوري اللي بالعيلة أورادي ما بيربوا المرأة أنها تكون هي عندها أو تفكر حتى أنه يكون عندها طموح سياسة أنه هيدا مش إله جاء بتخلق وبيعبوها بهالطريقة هادوها دو دو إذا عندها بدو يكون عندها كتير ساقة بنفسها وتكون متصالحة مع نفسها تتفرض حالها دو كمان هيدا بالتربية وهي كمان تشتغل على حالها تالتا بدو يكون عندها شغف تحب هالشي أنا بدون شغف ببعف أمشي إذا بحب الشغلة بروح فيها للآخر لو بدي فوت بالحطان بس إذا ما بحبها ما بجرب فوت فيها حتى أنا سياسة بحبها بحبها ومتعلمتها وبعرف الكواليسة منا شيء هين وبيلبنان شيء صعب وبشع بشع بشع بس أنا بعد بقامل إنه المرأة اليوم كمان صارت أحيان لأنه صار فيه انجي اويات للمرأة وفيه تمكين بس بقلك حتى أنا تعرفت كمان من وراء الانتخابات عكتير كنا نطلع ونحكي حس إنه هالعشرين امرأة الي طلعوا حكيو فيه نصهم مش لازم يكونوا بالسياسة طلعين بس شو اوف أو طلعين هنا يمكن فكرين إنه قدرين يعمنوا شيء مش حيالة حدا بيطلع بيقول إنه أنا عندي جرأة معو حق جرأة كتير أنا ما عندي شيء خاف منه أنا تعرفي إنه ها أقوى فلاح عندي كيب السياسة لمن تطلع طبعا ما فيه ما أخذ عليك ما فيه واني ما عليك جربنا نفتح شيء ملف ما فيه ملفات يا كارن ما فيه شيء أنت شو جاية تعمل على السياسة بيضة بيضة بتظن بالعكس أنتوا نسيتوا إنه هيك ناس لازمنا بتسياسة خلص الشر والفساد والقرف والشياطين مع إنه الموجودين بعضهم بس بيجي وقت بتخلص أيامهم إذا حتضحك علي وليوم أنا اليوم عمريم تيدي يمكن بدي أقولها لأول مرة وهي دي سكوب إليك بحس عندي رسالة أكتر من إنه عندي رسالة لازم أديها واجب تجيه وطني بوحفية للآخر وما بيهمني المناصب آخر أنا جاي من العالمية فت على الانتخابات رسالة اكتلمية لوطنك وتواجهها للوالد تقدي له إنه أتممت ما بدأت أنت به أكيد أكيد بي بلش رسالة أنا ما عندي شك من هيك كتبت كتب عنه عنده رسالة كتير كبيرة وماما الله يرحب التربية اللي حطتها فينا هي رسالة كمانا صحيح نحنا عنا كان أهل ما في منهم بس مش إنه ما في منهم بس بالحنان والعطاء لا كانت أمة ستة الستات وقوية ورا البابا طبعا والبابا كان زلمة قوي بكل طيبته قوي وما بدأه وبأعماله هاي دا مزيج مزيج اللي عمل مني حدا وانا علاقتي بي ربي أنا مش شمكين كل يوم بروح على كنسي لا بس بي كافي بي نحنا اليوم كيف انتك مسيحيتي كيف بتمرسيه بي أعمالي كل يوم بيه بالبونجور بي دا حك تيك في كود فرنسي بيقول ستة مان دفاق دانزان غان دسوا اكزاكتما هكين باب البايي مان دفاق دانزان دانزان غان دسوا اي مو دمام أنا تيو بايين هك بنت رئي أو هك بس جوا عنجاد بخويف وقتا بدي شغلتي وقتا أنا مو حقا ما حدم يوقف بي وجه فقراش جيدة خلينا ننتقل علاق سألوني الناس عن الكران بستاني تنشوف الأسئلة ننتقل للسؤال الأول أي لقب هو الأحب الإعلامية الناشطة الإنسانية ناشطة السياسية الكاتبة سيدة الأعمال لو ما في ناشطة إنسانية كنت قلت لك الكاتبة لأنه أنا طلقت مسيرتي وين ما كيه من الكتابة لأنه هاي دي أنا لا يتجزأ هو شغف للكتابة أوصلني إلى الإعلام وإلى آخر بدي نوه بشغلهم بالإعلام إنه حضرتك من الت أفضل شخصية إعلامية لعام 2017 وأسماء من التاريخ نيل جوائز عالمية كتير عديدة وإنتي كمين نلتي يعني بذكريني بهو الجوائز سريعا إيه هلا عم بقلك لو ما كنت في ناشطة إنسانية كنت قلت لك كاتبة بس وتتقولي ناشطة إنسانية هيدا لقلي أنا حياة قلبي الإنسان الآخر ومد اليد للآخر بس وقت الآخر بزينة أو بخونة بقيم إيدي بس ما بأزة الجوائز سريعا أكيد أخد وهيدا نشين على صدري أسماء من التاريخ أخد ست جوائز مننا بلبنان مننا بدبي مننا بأميركا صار عالمي وهيدا وموجود على 600 شخصية حتى فيهم الناس اللي بتحضر فيها تفوت تسأل أسئلة يعني أنا فتحتها للكل أنا منهم هولا إلي تانيا الجوائز اللي أخدت أنا أكيد أخدتها ككاتبة كإعلامية وأخدتها كمانا كرائدة عالميا كرائدة بالعمل لأنه أنا كمان بشركتي هون وبدبي وعندك تافع جمعيتي لينك كمان إحنا منوظف يوميا على فيسبوك في موجود لينك لابانون منوظف يوميا موظفين فوق 4000 شخصية عدا أنه أنت بتاع في أني أم أسسي كمان مع دكتور جاميل تغيب الله يرحمه رحبك يا عنا بدي أنت إلا سؤال الثاني كارين بستاني تقول أنا الإعلامية الثقافية الأولى في لبنان أنا سفيرة وسائل الإعلام الأولى لدى المغتربين اللبنانيين أنا الإعلامية الأشهر لدى الشخصيات اللبنانية الرائدة أنا أفضل ناشطة سياسية وإنسانية بين الإعلاميات أنا كلهم ما بقولهم لا بديك تققى وحد لا أقرب لأي أنا ناس لكن ناس بتقول عنك أنا محب تقول عن حالي نلتج جائزة بزارة سياحة للإنجازات مع المغتربين بتصور يمكن التانية هي أنه أنا سفيرة وسائل الإعلام الأولى لدى المغتربين اللبنانيين هاي إذا بديك صحيح خلينا ننتقل لسؤال الثالث من هي كارين البوستاني الترتيب حسب الأولوية أوكي هي القارئة النهمة هي المحاورة اللبقة هي المتثانية في الخدمة الاجتماعية هي المحبة للحياة هي الثائرة هي الكاتبة هي المتثانية هي المتثانية هي المحبة للحياة في الخدمة الاجتماعية هي المحبة للحياة هي الثائرة هي الكاتبة أوكي هي المحبة للحياة هي المحبة للحياة هي المحبة للحياة هي الثائرة هي الثائرة ثانيا هي الكاتبة هي الكاتبة هي المتثانية في الخدمة الاجتماعية الثانية في الخدمة الاجتماعية هي المحاورة اللابقة والطارئة النهيمة. بدي أذكر بالمجال الاجتماعي أنت سفيرة منهم. صحيح بالاختراب. بالاختراب. وأنت كمانا بالمجال الاجتماعي بدعم من جامعة الانديو. وانتجتي فيلمان وشاركتي بتأسيس جمعية أقل أس لبانون التي تعنى بالمرضى المصابين بالتصلب الجانب الدمولي. وفيلم تكلم عن الدكتور جاميل الزغير. خبريني سريعا. الله يرحمه. كمان هذا الإنسان. مدرسة بالصمود. تعليك أنه حياتي رسالة. كيف تعرفت عليه من وراء كتاب. ابن عم حكيم قال لي فيه حكيم بده عمل كتاب بده يكتاب. قلت له إيه يجي عستديو. قال لي لا بيتوحي. أنت اللي عنده عنده كاسبيسيال. أنا غايحة ما ليه عارف شيء. ومن وقته شفت إنسان رائع عم بيكتب بعيونه. هيدا الإنسان هو مدرسة. كانت الماما الله يرحمها. قال لي اعتبريني جميل الزغيب. وعادة معي شوية. لأنه في فترة ما يكون إلا معه. اتحلمت منه كتير. وقتها تضع لكتير طبعا بابا يسمي الماما لاران ديمونت. إنه بيله روا ديمونت لاران ديمونت. وهو أنا وياه أسسنا الجمعية. وما شفتوا رائع الكاتب إنه أنا بده يكون الرئيسي. يقول له يا عمي لهم. أنا ما عندي وقت يقول لي ما في غيرك رئيسي. أنت إيديي وإجريي. وأنا وياه بخمسة سنين عملنا المبينة. عاطيني قوة سيفر. روح أعمل مؤتمرات كذا. وهو كمان تكرم بمؤتمرطاء الاخترابية. أنا بقول. يعني ها رسالة. رسالة عن جذب الحياة. فيها تكون حياتك. بتزهق. وما تعمل فيها شيء. بدي ساعت يا ناس مصابين بالإلس. وتعرف إنه بالانتخابات. استقبلوني عيال. أنا غايحة لعندونه ناسي. بكسروين. بس لأنه أنا ساعت ابن أوجه. في كتير ناس مصابين باللبنان. وأكتر وأكتر هالي. وهي ده الله ما يحطه. بدي قول شيء. أنت رح تخافي منه. أبشع من السرطان. هالأد. لأنه سرطان عندك. شانس إنك تنجي. إنك تصحي. هيدا خلص معك يا يعني راح على الموت المحتم. ومن شو بيجي؟ دي شوك. بعد منه نعرفين. سي جينيتيك. يعني بعد. جينيتيك. يعني هيدا المرض عن جد. عن جد. في إيلوه. الله يبعض عنك. بيقدر واحد يحمي حاله منه. إذا عرفت جينيتيك ما أنه ممكن تنصابي. يعني يمكن في كلكو شوز. بس لا خلص. بسيك تأخر شوية تدهور الحالي. فيه إدوية كتير بتأخر. بس راح يموتو كل موسك تايوصل موسك للقلب. وهيك صار بي دكتر جميل. الله يرحمه. وهيدا إنسان. عظيم. أكتر من عظيم. وخالد كتب عشر كتب بعيون. صحيح. كان يحكم. كان يحكم لإخي التكي. وبطلب من كل الناس تفوت على اليوتيوب وتشوف جميل. تحضر الفين اللي عملناه. هو طلب لأعمله. عملته بجمعة مع الانديو. بتشكر برجع كل التيم اللي اشتغلت معي. الفين اللي هو حب يعمله قبل ما يموت. لأنه عرف إنه هو كمان جاي رسالة له. هو طبيب. هو رسالة. كمان عارف الكاتبعه وعارف لوين بالضيوصه. صحيح. كان رسالة. صحيح. يارد الله بيكتر من أمتاله وبيخفف من أمتال غيره. انتهت الحلقة. بدأ انهيها. بدأقول. سألوني الناس عن كارين بوستاني الكاتبة. قلت. هي من وظفت مخزون قراءاتها وجموح خيالها في إبداعات شعرية وروائية صفقت لها الأكف ابتهالا. سألوني الناس عن كارين بوستاني المحاورة. قلت. هي من اقتحمت عالم المشاهير والمغتربين. متسلحة بالذكاء. بالديبلوماسية. بساعة الاطلاع. بمرونة الأسلوب. وبالحضور الأخاذ. هي من راكمت التجاربة. من بنت مداميك النجاح. ومن تحدثت الصعاب. وأيضا من انتصرت. نعم انتصرت بدرجة امتياز. سألوني الناس عن كارين بوستاني الناشطة السياسية. قلت. هي تلك المناضلة التي تخطت كل التحديات وخاضت غمارة معترك ناء تحت وزره الرجال. هي من وضعت ترشحها بتصرف كل لبنان. بخاصة أهالي كسروان. هي من مشت على درب التغيير من أجل استرجاع الوطن والكرامة والحق والحقيقة. سألوني الناس عن كارين بوستاني الإنسانة. قلت. هي سليلة عائلة كتبة على آيادها الخير والعطاء. هي من تربت على الانفتاح. على حب الآخر. وعلى ثقافة الحوار. نعم هي والدة هذا الكل الذي زرع في داخلها شعلة الإبداع والدهشة. لتصير أيقونة أيقونة النجاح والتفوق أيقونة حدودها السماء. أهلا وسهلا فيك. يعني كلمي إن شاء الله يكون بيستاهله كتير أكثر فيي. أكيد. وبشكر يعني بدي أقول لكل أمرأة عم بتحضرنا. لكل أم سيبري. سيبري لأنه اللي بيربي بيلاقي. وإننا نربي رجال للوطن اللي نحن مانا نرجع نبنيه. إن شاء الله. إيد بالإيد مع الرجل وأنا مكملة إن كان كإعلمية إن كان ككاتبة إن كان بالإنسانية أكيد هيدا شيء يوميا. إن كان كأم حبيب قلبي نفرح إفرح فيه بكل الشباب يا رب بهالولا. وإخر الشيء بالسياسة أنا مكملة ماني موقفة لأنه بدنا الخير مبيل هالشر وبدنا نساء منغاضلات لأنه هن اللي بيعملوا التغيير الصحيح. إن شاء الله يا رب. مرسي إليك. أهلا وسهلا. مرسي إليك. تظهرونه أسبوع جاي مع حلقة جديدة من سألوني الناس. ولك تي.